اشتركوا في القناة من الغاز الحضارة المصرية القديمة اثريون قالوا انه اغتيل وباحثون تحدثوا عن مرض وراثي اصاب الاسرة الثامنة عشرة الفرعونية لكن وبعد اكثر من 85 عاما على اكتشاف مقبرة الملك توت تؤكد دراسة امريكية اشرف عليها امين عام مجلس الاثار في مصر انه لا وجود للنظرية المؤامرة وان الفرعون الشاب توفي لسبب اخر السبب المهم الذي ادى لوفاة الملك توت هي اصابته بمرض الملاريا والتي كشفها تحليل الحامض النووي وقد اكتشفت عام 2005 وجود كسر في ساقه اليسرى اي انه تعرض لحادث قبل وفاته بساعات الملاريا هي السبب الرئيس لوفاة الفتى الذهبي الملك توت توت عنخ امون كان في العاشرة من عمره عندما اصبح فرعون مصر واسمه باللغة المصرية القديمة يعني الصورة الحية للاله امون كبير الالهة المصرية القديمة الدراسة التي اجريت على مدار عامين باستخدام التكنولوجيا الحديثة كان هدفها اكتشاف نسب توت عنخ امون وتمكن العلماء من التأكد من هوية والد الفرعون وهو الملك اخناتون زوج الملكة الشهيرة نيفر تيتي اذ تبين وجود خصائص مشتركة بين ممياء توت ووالده اعتقد ان السبب في ضعف وتشوهات العظام باء نتيجة زواج والده الملك اخناتون من شقيقته وهذا يمكن ان يكون سببا لذلك عاش توت عنخ امون في فترة انتقالية في تاريخ مصر القديمة حيث اتى بعد اخناتون الذي حاول توحيد الهة مصر في شكل الاله الواحد وتم في عهد الفرعون الشاب العودة الى عبادة الهة مصر القديمة المتعددة اسلام محيدين بي بي سي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة